نقرأ مباشرة هذا الواقع الميداني بشكل أكبر معنا الخبير العسكري والاستراتيجي وفي الأمور السياسية بالطبع الدكتور أمير الساعدي أهلا وسهلا بك دكتور أمير خارطة فيها الكثير من الأهداف بالنسبة لحزب الله وأيضا المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قبل هذا الأمر أذهب إلى محور المقاومة بشكل أكبر وليحط رحالنا في العراق مع تغريدة أبو ألاء الولائي الأحاج الأمين العام لكتائب سيد الشهداء الذي أعلن مرحلة ثالثة تسمى بالعهد الوثيق وكان لافت في هذه التغريدة هو مقارنة الأهداف خاصة المدنية الكيان الاحتلال الصهيوني لم ينجز شيء خلال سنة سواء قتل المدنيين في مقابل تلتزم المقاومة بالمبادئ الإنسانية وهناك الكثير من الخسائر فيما بين صفوف الضباط والجنود ما الذي تعنيه هذه المرحلة الثالثة العهد الوثيق؟ تحية غيبة لك وليك المشاهديك أينما كان دعنا نذكر بأن في حلقة سابقة لم يمر عليها أكثر من أسبوعين كنت قد سألت هل محور المقاومة قد قام بعملية زيادة وطيرة الضربات المستدفل قلتنا ذاك ما زادت الوطيرة لم تصل إلى الحد الذي يمكن أن يدعى الموازين القوى أو الردع لدى الكيان الصهيوني بمستوى واضح اليوم جبهة المقاومة في العراق زادت وطيرة هذا التصعيد بتسع عمليات في اليوم الواحد هذا حسب الحصاءات الأجنبية وليست الداخلية وهذا تم الأمر من بعد منتصف الشهر الماضي ولحد هذه الساعة وبالتالي هي دلالة على أن العراق ما زال ونتكلمنا عن تغريدة سيدة أبو الولاء الولاي بأن العراق يمكن أن يذهب مع ما طرحت إيران بقدرة الرد على الكيان الصهيوني وإن كانت هناك التسريبات تقول إن كانت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان أي دولة الاحتلال بأنه قد تكون ضربات من الداخل الإعراضي العراقية وبالتالي وجود هكذا تفسير عسكري واستخباراتي يظهر بأن الإمكانات والقدرات المتوافرة لدى الفصال في العراق هي إمكانات عالية وقدرات كبيرة قد تكون بتعاضد مع إيران وبالتالي هو يعلن أبو الولاي بأنه على أهبة الاستعداد وسيمضي مع المسؤولية الملقاة على عاتقه باتجاه الفاعل الإنساني والالتزام الشرعي والديني اتجاه المجازر التي تجري الآن في أرض غزة وفي لبنان وبالتالي هذا الإعلان قد يدفع ببعض الأطراف نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة حجم تواصلها مع الحكومة العراقية من أجل التهدئة وعدم الذهاب بالتصعيد أو جعل الأرض العراقية أرض قد تكون ساحة انطلاق لهذه المسيرات أو الصاريخ الكروز التي يمكن أن تصل للكيانا سونا مع التأكيد بأن إيران قد أردفت سابقا بأن ستكون عملية الاستدافة من الداخل الأراضي الإيرانية وليس من العراقية ولكن استعداد تلك الفصائل يقول بأننا جاهزون وما تم إطلاقها من طائرات مسيرة هو كان عملية اختبار وتحديد لمنظومات الدفاع الصهيونية وكيف تتعاطى مع تلك الطائرات إن كانت هناك حزمة كبيرة كيف ستناور معها للرد على دولة الاحتلال مرحلة العهد الوثيق هذه المرحلة الثالثة في عمليات المقاومة الإسلامية العراقية بالتحديد وكما أعلنها الحاج أبو ألاء الولائي أمين عام كتائب سيد الشهداء هل يمكن لها أن تتصل أيضا بالداخل العراقي وفي المنطقة بوجود القوات والقواعد الأمريكية إن كان في العراق وأيضا على الأراضي السورية خاصة أن أيضا هناك مؤشرات برزت وإيران تحدثت عن هذا الأمر بأن الولايات المتحدة مشاركة في هذا الرد الإسرائيلي على طهران الأخير وعلى ذلك أيضا المقاومة برزت في بيانتها وعلى لسان مسؤوليها بأنه التحقيقات جارية وإذا كان هناك بالفعل يد للولايات المتحدة في المشاركة بهذا العدوان الإسرائيلي على طهران فربما المعادلة ستختلف هل نشهد تكثيف وتصاعد لهذه العمليات مستقبلا في اتجاه القواعد الأمريكية؟ كان هناك إشارة واضحة من قبل الفصال العراقية على أقل تقدير في عمليات الرد على الولايات المتحدة الأمريكية عندما استهدف الكيان الصيوني إيران في الضربة الثانية وذلك باستداف قاعدة كونيكا وأيضا أبارة عمر القاعدة التي هي قرب منابع النفط والغاز وبالتالي نرى بأن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية للتبرؤ من هذا الموقف لأن يعفيها من أن تكون لديها مشاركة ضمنية وتحمل مسؤولية واضحة وفق جدول القانون الدولي والأيسيما لدينا اتفاق إطار استراتيجي بعيد المدى مع الولايات المتحدة الأمريكية يأتي في قسم الثالث الذي يختص بالأمن والدفاع بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستمضي بتعزيز العراق أي قدرات العراق على الحفاظ على الأمن والاستقرار لماذا؟ حتى تحافظ على الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة وبالتالي هي من ينتهك هذا الأمر عندما سمحت لي الطيران والصواريخ الصهيونية بالمرور فوق الأجوال العراقية وهي تشهد وتراقب هذا الأمر كون العراق لا يمتلك كامل للقدرات الدفاعية نتكلم من منظومات الدفاع الجوية أو تصدي لهذه عملية الخارجية كانت القطارات الـ F35 أو الصواريخ الباليستية المحمولة فيها التي وصلت أهدافها داخل إيران وبالتالي قد تكون هناك عملية تصعيد مرتقبة إن تجرت الولايات المتحدة الملكية ودخلت في هذا المضمر مهم جدا أيضا ذكر بأنه قبل عدة أيام تم استهداف قاعدة التنف الأمريكية على الحدود السورية العراقية وهي قاعدة استراتيجية ويوجد فيها أيضا قوات أمريكية مستشارين ومدربين بحسب الولايات المتحدة التي تقول بالإضافة إلى فلول الجماعات الإرهابية سوف نتحدث عن هذا الأمر ربما مستقبلا على الخريطة بشكل أكبر لكن أنتقل إلى بنك الأهداف بالنسبة للمقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله وسع مروحة أهدافه بشكل أكبر على طول الحدود من الشمال إلى عمق الكيان الصهيوني دعنا نتحدث أبرز هذه الاستهدافات شركة ألتا العسكرية قواعد عسكرية مهمة جليلوت وأيضا قاعدة ومطار رماد دافيد يبدو بأنها أيضا يبدو التركيز عليها بشكل أكبر ولو نعود إلى خارطة فلسطين كي نشرح أكثر عن هذه القواعد وأماكنها وأيضا كان هناك استهداف لقاعدة جليلوت ومزكاف هذه القواعد ومروحة الاستهداف الأكبر إلى ماذا تؤشر؟ نريد زملاء الذهاب إلى خارطة فلسطين لو سمحتم كي نتحدث أكثر وتفضل دكتور أمير طبعا دعنا نذكر بأن حزب الله قد قام بعملية التصعيد ليس الآن وكلما زادت عمليات الاستهداف للمدنيين ولا يسيما القرى الحدودية ثم الابتعاد بعد ذلك إلى المناطق التي يمكن أن تكون هناك بيئة حاضنة لحزب الله قد تكون هذه البيئة الحاضنة لا نتكلم عن عديد البشر ولا نتكلم قد تكون هناك قواعد لوجستية أو فنية أو أسلحة في تلك المناطق تم استهدافها وأذكر على قل تقدير هو عملية انذارة أي الكيان الصيوني لأهالي بعلبك بالمغادرة وهناك عشرات الألوف من المجتمع اللبناني قد تم مغادرته لهذه الأرض وأيضا استهدف حتى المناطق الأثرية إن كان في صيدة أو في بعلبك وهكذا ذا وليك على باقي المناطق نتكلم عن نبطية وباقي تلك الأماكن وبالتالي كان هناك أهداف لحد الآن أنت ذكرت بمقدمة الكريمة هناك عملية قتل من قبل الكيان الصيوني وليس قتال بينما على العكس ما يقوم به حزب الله وباقي فصل المقام هو عملية قتال عندما نتوجه بضرباتنا إلى القواعد العسكرية التي موجودة هي في تل أبيب أو في يافا أو حتى في عكا وكذا الأمر عندما نستهدف من موانئ الكيان الصيوني إن كان في منطقة إيلات أو في صفد واليوم كان هناك استهداف لرأس الناقورة وإن لم يظهر الخريطة واضحا ثم في بحير الطبرية وفي جليل ونتكلم هنا عن تجمعات وذكرنا هنا نتكلم عن تجمعات يعني عملية استهداف قاعدة قليلوت وهي واحدة من أكبر القواعد التجسسية قد تكون والمخابراتية والاستخباراتية للكيان الصيوني في منطقة الشرق الأوسط اللي لم تكن في المنطقة على العموم وهي تتواجد فيها الوحدة 8200 وهي سيئة تصيط معروفة وأيضا الوحدة 9900 وبالتالي نرى بأن هذا التحدي أنظري الحجم التحدي عندما تكون هذه المنطقة هو يظهر على الخريطة عملية التصوير للأهداف المحتملة داخل تلك القاعدة ثم يقوم بعملة استهدافة عبر الطائرات المسايرة الانقباضية أي إمكانات وقدرات استخبارات حزب الله على الوصول إلى الأهداف في عمق شمال أرض فلسطين المحتلة وتصويرها ثم يقوم فيما بعد بعملة استهدافة أي عاجز قدرة واستخبارات الكيانة الصيونية على عملية أولا رصد هذا الخرق الاستخباراتي ثم عملية التصدي لتلك الطائرات التي ما زالت تؤرق كل الكيانة الصيونية مدنيين وعسكريين واستخبارات وأيضا مخابرات وعلى رأسها حكومة ناتليان كان الجهد العسكري لحزب الله يركز أكثر ربما على المناطق الشمالية الغربية الآن ذهب بشكل أكبر من أصبع الجليل إلى الأسفل قليلا بحيرة طبرية منطقة طبرية الصفد وهي كانت عنوين المراحل الأولى بالنسبة لاستهدافات حزب الله في نهاريا عكا حيفا أيضا إلى أن وصلنا إلى الخضيرة نتانيا هرسيليا يافا أو تل أبيب كعاصمة الكيان المزعومة أهمية هذه القاعدة العسكرية جليلوت وأيضا شركة ألتا للصناعات الهندسية الأهمية بالنسبة للقرب من العاصمة المزعومة وأيضا بالنسبة لما تحدثت عنه بأنها أكبر قاعدة استخبارية في الشرق الأوسط نتحدث عن القاعدة 8200 التي تم استهدافها منذ قبل من قبل حزب الله أذكر أن يوم أمس تم استهدافها مرتين متى ثلاثين في الضربة الأولى كان هناك عملية تصدي للطائرة الإنقضاضية ثم فيما بعد تم استهدافها بشكل مباشر وأذكر على أقل تقدير كان اليوم نتكلم عن صباح هذا اليوم هناك استهداف لخليج حيفا بالتحديد في خليج حيفا وبالتالي عملية استهداف الخضيرة وهي منطقة أيضا مهمة مثل ما أردفت جانابتش والأسهم المناطق الشرقية والغربية لتل أبيب التي تتواجد بها بعض المصانع العسكرية للكيانة الصيوني لم يكن هذا الأمر بل كان هناك أيضا استهداف لحد معامل تصنيع عسكري لأجزاء طائرات لأجزاء طائرات موجودة في هذه المنطقة تم استهدافها بشكل مباشر وبالتالي هي إشارة من قبل حزب الله بأنه يستطيع الوصول إلى أهداف تضرب في عمق أولا الكيان في أقصى الشمال وفي الوسط وفي الجنوب مع الاحتفاظ بقدرتها على الرد لبنى تحتية يمكن أن تكون مؤثرة ومحطمة أكثر وعلى الكيانة الصيوني أن يرتدع على أقل تقدير في تقليل حجم المجازر التي يقوم بها إن كان داخل أرض لبنان أو في فلسطين لكن لحد هذه الساعة ما زالت الوتيرة متصاعدة من قبل الكيانة الصيوني فأولا الجنوب اللبناني بشكل كبير ونذهب إلى الجنوب اللبناني بشكل أكبر لنتحدث دكتور أمير ولو سمحتم إلى خريطة الجنوب اللبناني نتحدث عن الوقائع الميدانية تطورات اللافتة فيما بين العديسة رب الثلاثين الطيبة الخيام أيضا في الأعلى قليلا كان هناك كما قيل بحسب وسائل الإعلام وتأكد من قبل حزب الله في بلدة الخيام بالتحديد بأن كيان الاحتلال عاد أدراجه من جديد تكبد خسائر ولم يستطع أيضا خرق أحداث أي خرق في هذه النقطة بالذات وصولا إلى نهر الليطاني أيضا برب الثلاثين يعني قوات الاحتلال ليست أحسن حالا في هذا الأمر على ماذا يدل هذا وما التفاصيل بالنسبة لكل العمليات التي تجري حسنا ذكرتي موضوعة الخيام دعنا نركز بأنه حاول من هذه المنطقة الوصول إلى عملية التفاف أي الدخول إلى منطقة الخيام كونها منطقة مشرفة ونحن قلنا سابقا بأنها منطقة تشكل قدمهم من الناحية العسكرية كونها تقاطع أولا منطقة نهر الليطاني ومنطقة الطيبة لأنه عجزة لعدة هجمات نتكلم عن عمليات خرق إن كان من رب الثلاثين أو عديسة أو كفر كلا لوصولا إلى الطيبة وبالتالي كانت مقاومة أو دفاعات حصينة من قبل حزب الله قد أفشلت كل تلك العملية وعلى رأسها وأكثرها منطقة الخيام لحد الصباح هذا اليوم كان هناك عملية تسداف مدفعي لمنطقة الخيام محاولة منه لأن تكون تلك الأرض محروقة ولا يضع بها مجالا لأن تكون هناك دفاعات متحصنة داخل الأرض تستخدم الطبغرافية المعقدة والصعبة التي خبرها أهلها من فصائل حزب الله المقاتلة المرابطة على تلك المناطق هو حاول أن يناور أيضا بفتح جبهتين أخرتين حتى يخفف الوطع على موضوع الخيام ليستطيع أما أن ينفد من منطقة الخيام أو من العديسة رب الثلاثين حتى يصل إلى طيبة فتح يوم أمس بهجوم كبير يصل بالمئات ومعززا بالدبابات وأيضا الجرافات الكبيرة من منطقة الحولة ميس الجبل والحولة لكن استطاعت مقاومة حزب الله أن ترد هؤلاء عندما قامت بالتفجير جرافتين دي ناين وأوقعت بهم خسائر كبيرة بين قتل وجريح ثم فيما بعد توالت الرشقات الصراخوية لثلاث مرات على القطعات المنسحبة إلى داخل الحدود أو قرب الحدود بعيدا عن منطقة الحولية وبالتالي نرى بأن شراسة وصلابة الموقف الدفاعي إلى حزب الله وكتاب المقاتلة تنذر بأن هناك إمكانات وقدرات أن يثبت إلى أكثر من هذا الأمر مع التذكير بين أعلانات الصادرة من الجيش الدفاع الصهيوني تؤكد بأنها قد تكون المرحلة الأولى قد انتهت ما هي المرحلة الأولى؟ ما هي الأهداف التي حققها؟ لا يوجد لا يديه أي هدف ما عدا نرجع على مقدمتش الكريمة هي القتل وحسب المدنيين ودعنا نذكر هناك أيضا كان هناك عملية تطوير أخرى محاولة فتح جبهة جديدة فيما بينها يرؤوني أي برؤوني الرأس حتى يصل إلى المنطقة الأهمة التي هي بنت جميل فيه بعد لكنه لحد الآن أيضا فشل في عملية التقدم في هذه النهاية وبالتالي هو يحاول بفتح عدة جبهات حتى يستطيع أن يضعف مقاومة وقدرة حزب الله على الثبات بمواقع دفاعية أو تحسنها وأنا أتصور بأنه سيفتح جبهة جديدة في أقصى الغرب عن قريب حتى يخفف ما وقع به من خسار في شمال شرق والوسط فيما بين علم الشعب واللبونة وأحسنتي وأذكر بأنه أول يوم أمس كان هناك هجوم كبير على منطقة علم الشعب حتى يحاول أن يحاصر هذه المنطقة ويفتح أرض محروقة يمكن أن يتقدم فيما بعد على منطقة الللبونة لكن أيضا لم يسطح ودللات أيضا بهذه الجبهة التي تحدثنا عنها كثيرا قوزة حرامي عيت الشعب أيضا هذا المثلث كل هذه الجبهات التي فتحها ويحاول فتحها من جديد كيان الاحتلال هل تدلل على مسألة اتباع سياسة الأرض المحروقة للوصول في المفاوضات إلى منطقة آمنة مزعومة كما يريدها كيان الاحتلال لنكون واضحين من الناحية العملياتية لا يمكن للكيان الصواني أن يحقق هذا المبدأ أي إبعاد حتى لو فرضنا بأنه تم إبعاد حزب الله إلى جنوب نهر الليطاني مثل ما هو يريد أو يريد يجري تقديرات على القرار مجلس أمن 1-7-0-1 لن يستطيع أن يؤمن لأن أقرب أو أقل مقذوف يستخدم حزب الله بالصواريخ أو المقذوفات المسيرة أو الطائرة هو يتعدل 40 كم وبالتالي المسافة هي الآن الموجودة لحد هذا إلى وصولا إلى المستعمرات في منطقة الشمال أقل من هذا المدى أي يمكن السداف كل تلك وما شهدنا على أقل تقدير في كريات شمونة لدليل واضع على هذا الأمر وباقي مسغاف عام وغيرها من باقي المستوطنات الموجودة في هذه المنطقة وبالتالي عملية تبعادها هي مسألة شكلية ذات محور سياسي هذه وجهة نظر الشخصية تبقى هي عبارة عن تحقيق نصر سياسي أكثر ما هو عملياتي على الأرض يمكن أن يؤمن الكيان الصهيوني من صواريخ حزب الله دكتور أمير نذهب سريعا مع المشاهدين الكرام إلى خريطة غزة ولكي نرى بشكل أكبر هذه الاستهدافات يعني جباليا ومخيمها يحاول كيان الاحتلال قتل المدنيين ويفعل ذلك ويحاول تهجير الناس هناك لكن يعني ربما الوقاعة الميدانية تختلف المقاومون يخرجون من تحت الأرض فيما بين الأنقاض وأيضا يستهدفون وكان هناك حدث لافت باستهداف بيت تم تفخيخه مسبقا واستدراج ثلاثة مقاتلين اثنان منهم قتلاء والآخر ربما بحالة خطيرة ربما خلال الساعات الماضية يكون قد قتل هذا الأمر وشراسة المقاومة وثباتها في قطاع غزة خاصة جباليا هل يدلل بأن كيان الاحتلال لم يدخل إلى حد اللحظة أو ربما يتحكم بشكل أكبر في الأرض ويمسك الأرض في جباليا مخيمها وصولا إلى مدينة غزة دعني أنقل هذا المشهد للتعبير السياسي لوزير خارجي للأمريكي عندما يقول على كيان الصهيوني أن يكمل حملة لقاح شر الأطفال إلى الغزاويين وهو لا يرى بأنه على قد تقدر نتكلم هنا فقط عن جباليا وما يحدث في بيت لاهية وبيت حانون ثم المجازر التي حصلت يوم أمس وأول أمس في منطقة مخيم النصيرات عشرات الشهداء بقتل مباشر لمراكز الإيواء ولمخيم النازحين وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تغضي الطرف وتعم بصيرتها وبصرها عما يجري من عملية قتل منهجي ومحاولة أذكر محاولة وقدرة ما تقوم به فصال المقاومة في أرض فلسطين المحتلة وعلى رأسها القسام وأيضا سرايا القدس له دلالة واضحة لأحد هذه الساعة على طول قدرة تلك الفصائل على عملية للسنزاف والمقاومة والثبات حسب ما قال ويرجع إلى المتحدث أبو عبيدة عندما قبيل بعد استشهاد سيد هنية قال بالحرف الوحد واستلام الشهيد يحيى السنوار قال لدينا القدرة على عملية الثبات والمقاومة واللسنزاف إلى أطول من هذا العام وبالتالي هي إشارة واضحة لإمكانات وقدرات ما زرت لحد الآن كامنة لدى تلك الفصائل بعد سنة كامنة لم يحكم هذه الأرض وأذكر وتأكيدا على كرام مقدمتش الكريم فيما أردفت من عدد قتلى اليوم صباحا قبل أقل من ساعة تم إعلان عدد قتلى العدو أربعة قتلى فقط نتكلم هنا في منطقة غزة بعد أن وقع أحد الجرحى وأصبح قتلة جيد هذا الأمر وبالتالي هناك هناك يعني هناك تطورات أخرى ما زال العدو يحاول نتكلم هنا عن منطقة خان يونس ورفح بالتحديد ودير البالح أيضا ما زالت هناك ضربات متتالية من قبل الكيان السيوني وأذكر بنقطة جوهرية جدا مهمة لحد هذه الساعة مع صغر مساحة غزة والتدمير الشامر الذي بها لم يستطع أن يصل ولو بمعلومة واحدة أين يكمن عملية إخفاء أسرى في داخل غزة شكرا لك دكتور أمير الساعدي الخبير الأمني والاستراتيجي وبالطبع إذا تحدثنا عن قدرات المقاومة أيضا كان هناك استهدافات متكررة لمحور نتساريم الذي يفصل بطاع غزة إلى نصفين وهذا أيضا مهم وله دلالاته سوف نقرأها في سياق الحلقات القادمة شكرا لك دكتور أمير الساعدي الخبير الأمني والاستراتيجي شكرا لك